افترض دائماً في الموظف العام كل الصفات الجاية وأعتقد أن احنا كلنا نتمنى ده وكلنا لازم نشتغل على ده وإحنا علشان نقدر أن احنا نقول إيه نؤكد على أنه الموظف العام بيقوم بمهنته وصحه ومظبوط وتالت وامتالت ده من جهة ومن ناحية تانية أيضاً حماية للموظف العام حماية لمستقبله الوظيفة حماية لصحته حماية لأسرته إلى آخره برضو لازم يتخذ مجموعة من الإجراءات وكم من أهم هذه الإجراءات هي لجان الكشف عن تعاطي المخدرات وبالفعل تم تفعيل هذه اللجان ويمكن في أول أسبوع من تطبيق هذا القانون الخاص بفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ظهر التقرير بتاع هذه اللجان أو نتائج لجان الكشف عن تعاطي المخدرات وإذا ما هي منشورة قدام حضراتكم كده على الشاشة هتلاقي مثلا على سبيل المثال 2877 موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات وده بالمناسبة بيجي مفاجئ زي ما قولك كده الجماعة الإنجليز spot check طيب مفيش حاجة اسمها لأ مفيش كلمة لأ يعني هو مش بالمزاج بني وميدك يعني طيب ضبط 25 حالة إيجابية كويس؟ مشكلة طيب في بقى خبالك ودي حاجة مهمة هنبقى النقاشها برضو مع دكتور أمن وعصمان في الموضوع الحاجة بقى اللي هي بتاعت إيه؟ لوان أسف دكتور أعمرة وعصمان لوانا جيت قلت قبل توقيع الكشف علي يا جماعة أنا عندي مشكلة في التعاطي وبعد إذن حضراتكم علجوني في بقى كده ألف موظف من الـ 2877 زي ما أنا فاهم طلب العلاق طواعية بعد تطبيق القانون مش بعد توقيع الكشف عليه لأنه هنا في فرق كبير يعني في فرق كبير ما بين بعد ما أنا تقفشت وفي فرق ما بتاع أنه لا أنا ما تقفشتش بس أنا عايزة تعالي التقرير بيقول أنه حصل انخفاض في نسبة التعاطي بين العاملين من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 لـ 1% حاليا وده بقى جيد فكرة الانخفاضات يعني القصة مش تعالى أزيك أو تعالى أفصلك أو تعالى أجازيك إطلاقا القصة هي مصلحتك أنت صحتك أنت صحتك الجسدية والنفسية صحت أسرتك صحت المجتمع المحيط بيك العلاقة اللي ما بينك وما بين الأسرة وما بين الجيران وما بين الزملاء وما بين المواطن اللي جاي لك علشان يطلب الخدمة على سبيل المثال فهمنا أصدق إيه؟ لازم لازم الموظف يبقى فاهم ده